بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 116 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم التحدث في برنامج من الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه من تهابنا الكلام إليه في الحلقات السابقة وهو أحكام إحياء الموات والموات بفتح المين والواو هو ما لا روح فيه والمراد به هاهنا الأرض التي لا مالك لها ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فيخرج بآل التعريف شيئان الشيء الأول ما جرى عليه ملك لمعصوم من مسلم أو كافر بشراء أو عطية أو غيرهما والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كمدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين وكالمحتطبات والمراعي وكل ذلك لا يملك بالإحياء فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم وعن اختصاص وأحياها شخص فإنه يملكها بذلك لحديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححة وورد بمعناه أحاديث أخر وبعضها في صحيح البخاري وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه إلا موات الحرم وعرفات فإنه لا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سوى ويحصل إحياء الموات بأمور الأول إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود عن جابر وصححه ابن الجارود وعن سمرة مثله وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدال قصير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقا فإنه لا يملكها بذلك لكن يكون أحق بإحيائها من غيره ولا يجوز له بيع الأرض التي تحجرها بذلك إلا بإحيائها الأمر الثاني مما يحصل به إحياء الموات حفر البئر في الأرض الموات فإذا حفر فيها بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها الأمر الثالث مما يحصل به إحياء الموات إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط أكثر من نفع الحائط الأمر الرابع إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها هذا ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء فإنه تملك به الأرض الموات اختار ذلك جمع من آئمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في عرف الناس ولإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه بل يكون أحق به من غيره فإن أحياه ملكه وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح أي غير مملوك كماء النهر وماء الوادي فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الجدر اتفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين أي قاسوا ما وقعت فيه القصة ووجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول من الماء وروا أبو داود وغيره عن عمر بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور واد بالمدينة أي يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء ولإمام المسلمين أن يحمي مرعا لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد ونعم الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض المواتل لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين أيها المستمعون الكرام بهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر